ما هو موقف المرجعية حديثا صدر السفتاء لسماعة السيد حفظه الله سأله عن التطعيم شو نسوي الحين هاي التطعيمات المرخصة نطعم ولا ما نطعم قال إذا كان إذا كان لو ما طعمت فيه احتمال كبير ومعتد فيه مثلا وتخاف على نفسك مثلا أنك يضرر حياتك أو يصيبك ضرر غير قابل للتعويض لو تركت التطعيم ولو طعمت فيه احتمال يحوشك ضرر بس مو ضرر كبير فهني يكون واجب مرة ثانية أريد أبينها بشكل أسلس أنت حين عندك احتمالين لو طعمت راح أنقذ نفسي مثلا من ضرر معتد به وهذا الضرر كبير ولو ما طعمت احتمال أقع في ضرر كبير لو ما طعمت مرة ثانية إذا تركت التطعيم وما طعمت راح أقع احتمال في ضرر كبير غير قابل للتعويض ولو طعمت هذا الضرر بسيط يعني ارتفاع حرارة وسخونة في هذه الحالة يجب عليك أن تطعم لماذا؟ لأن إنقاذ النفس من التهلك أمر معتد أمر لازم وشفنا وناس كانوا معنا يمكن في المسجد وغير المسجد فقدوا حياتهم يعني لا حد يكابر على هذه المسألة الناس فقدوا حياتهم بسبب الكورونا ما يحتاج أنه ما أدري كثير أنا عشت تجربة حشتني كورونا لا حد يقولنا هذا مرة لم يوجود فقد حاسة الشم طول عمري ولا مرة في حياتي فقدت الحاسة فقدتها مدة شهر كامل شهر كامل ما أشم ولا أذوق ولا أذوق شهر كامل واضح أن هذا الشيء ما كان موجود ثم وجد يعني ما يحتاج أنه أن يبدل لزايدة كل واحد عنده تجربة شخصية وفقدنا أهل ونعرف ناس فقدناه بسبب الكورونا فلا أحد يقول مثلا كورونا لا هذا كلام فاضي الناس ماتت راح دفنوها الناس شنو ما في شسمه فعموما فالسيد يقول التالي يجب التطعيم متى؟ بتيجب التطعيم إذا كان عندك حالة التالية أني لو تركت التطعيم احتمال أصيب بضرر بليغ وخطر كبير كفقد الحياة أو أصيب بضرر كبير غير قابل للتعويض ولو طعمت احتمال أني يصيرني فقط مضاعفات شديدة هذا الاحتمال أكبر ونهذا الاحتمال البوايد مضاعفات شديدة مثل ارتفاع حرارة وكذا هنا التطعيم يكون واجب هنا التطعيم يكون واجب والمرجعية لا تعتقد بأنها يعني مثلا بسيطة في التشخيص السيد ما قال هالكلام إلا بعد قطعا أن انطلع على الأبحاث وشاف التطعيمات المرخصة ويعرف النسب ويعرف كل شيء هذا مرجع ومو مرجع عادي والمراجع بشكل عام يدقيقون جدا في حياة الناس فهذا ضوء أخضر لأن الإنسان يطعم وشفنا الناس يطعمت ما فيها ولا شيء قد يتصير حالات واتصير حالات هذا يترك بعد أهل التخصص وأمهل يبتون في هالمسألة إذن السيد الخلاصة يقول التطعيم واجب متى؟ إذا كان إذا كان تطعيمك راح ينقذك من ضرر كبير جدا وحتى لو طعمت ورح يصيبك ضرر